رين معاك بنضميلي صاحب هدف اللقاء واحد من النجوم للنادي الأهلي زياد طارق زياد الحاوي زكا زياد مباراة كبيرة هدف أكثر من رائع زياد تحيات الكابتن أيمان شاوي كابتن مهر أمام كابتن شريف عبد منعم كابتن عادل عبد الرحمن كابتن أسام عربي وتحيات كل جمهور النادي الأهلي على الأداء الجاية أنت بتعملوا زياد خلال الفترة الفاتت طبعا تحياتي اليوم كلهم كل الكابتن اللي في الستوديو الحمد لله على الأداء الحمد لله على الجول كمان الحمد لله الفرقة كلها بتتعب ونتمرن كويس وعشان كده ربنا بيكرمنا في المتشاط بنظهر بمنظر كويس فده كرم من ربنا يعني الحمد لله مباراة الجونة كانت يعني نقدر نقول الظهور الأول زياد وجمهور النادي الأهلي عيشت الفترة دي بعد مباراة الجونة زياد وكان بعديها مباراة الإسماعيلي ونهاردة اللي مقاولين وشفت حالة الحب اللي منشوف شايفينها من جمهور النادي الأهلي زياد طبعا فرحت من رد فعلي الناس لكن قفلت بعد الماتش على طوله قفلت صفحة ماتش بتاعت الجونة وركزنا في ماتش الإسماعيلي وتمرنا وكأولا كأن حصل حاجة يعني فهمني فالحمد لله يعني وكمان قدرنا عملنا ماتش كبير او مع فريق كبير كيزا ندي الإسماعيلي وبنظر بمنظر كويس يعني الحمد لله بعد ماتش الجونة نعارف ان العزومة كانت عند مصطفى شبير يعني كلمني بقى العزومة اللي كانت بعد ماتش الجونة انا عارف ان البو فيه هناك دائما عند مصطفى شبير لما هو لقى اول ماتش انا عزمته فلما انا لقبت بقى اول ماتش فهو ردلي العزومة يعني طب العزومة كانت ايه بقى زياد قولي للأصناف انا عارف منهم أصناف لأسرار بقى ما قدرش طلع على الأسرار دي هبقى اخدك عزمك مرة فروح زياد قولي بقى النهاردة بعد الهدف اكيد الهدف ليه عزومة تانية اكيد عند مين بقى ما عرفش بقى لسه هشوف بقى عند مين اعرفش قولي بقى مستر بيتسو مسماني مابين الشوطين قالك انت واحد من العيبة اللي يعني بيصق فيها بيديها الثقة قالك ايه مابين الشوطين وشوفنا هدف اكثر مرة اعزيت هو اتكلم معي ان انا على طول متوجد في التلت اللي قدام عشان اقدر اعمل فرق مش كل كورانزا السليمان من تحت وقالي ان انا هسجل فالحمد لله يعني قدرت تنفذ كلامه والحمد لله سجلت هدف وليد سليمان والربط ما بين كابتن وليد سليمان وزياد طارق وخلفته في الملاعب الامر ده بيشيلك مسؤولات كبيرة جدا انك تكون ترتبط باسم واحد زي الكابتن وليد سليمان طبعا كابتن وليد يعني انا ليه الشرف اصلا انا بكارن به دي حاجة تبسطني جدا كابتن وليد لعيب كبير وانا يعني مش هتكلم على كابتن وليد فيعني ان شاء الله حاول اعمل نص اللي كابتن وليد عمله ان شاء الله وليد زياد الجمهير مستنية منك كتير ومستنية من النشئين كتير بتقدموا بصورة اكثر من رائعة وعدوا الجمهير بايه خاصة انتشاف حالة الحب اللي شايفانا من جمهير النادي الاهلي لكم ان شاء الله نقدر نبقى على حسن الماسئولية ونقدر ننفذ اللي الناس عايزة ونحقق اللي هم عايزينو ان شاء الله ربنا يكرمنا حد توقع لك تجيب هدف النهاردة مستر مسماني وشو بير قال لي ان انا هسجل هدف النهاردة محمد محمود كمان شكرا يا عزيادو بالتوفيف اللي جابزني يا فاروح حبيب